موج مفيدة شوف البحر بالسمع تحت الأمواج تثبت مروج عشاب البحر القاع الرملي وتلتقط طاقة الشمس فتؤمن الطعام والملاذ للمخلوقات التي تعيش بين أوراقها تفسح المروج المجال أمام مجموعات من المرجان التي تبدو كعلب طلاء حية لكن الألوان النابضة بالحياة هي مجرد وجه من أوجه التكيف التي طورتها الكائنات القاطنة في الشعاب لمساعدتها على البقاء على قيد الحياة لبعضها حاجات معينة لا تعثر عليها إلا في أماكن محددة من الشعاب يوجد أكثر من ألف نوعا من شقائق النعمان في العالم لكن عشرة منها فقط تستضيف الأصناف الثلاثين للسمك المهرج مجسمات شقائق النعمان مجهزة بملايين الحربونات السامة التي تطلق سمها لدى ملامستها لتحمي نفسها من الحيوانات المفترسة ولتوقع في شراكها الأسماك الصغيرة والفرائس لكن الطبقة المخاطية التي تغطي أسماك المهرج تعرفها كصديق وليس كعدو فتجد ملاذا بين الأذرع الكثيفة يفضل البعض الآخر الاختباء على مرءا من الجميع أما أسماك الأنبيب الشبحية التي يساعدها تقليدها لأعشاب البحر المقلوبة على أن يتم تجاوزها بينما تبحث هي عن القشريات الصغيرة لتنصب كمينا لها حتى الأسماك الكبيرة مثل سمك المهرج ذي الشفاه الغليظة يوجد من يفترسها وقليل من قاطني الشعاب يستطيعون الابتعاد عن هذا الغطاء الحامي موجة مفيدة شوف البحر بالسماع شكرا للمشاهدة